هشوفوا بقى هما هنيجي نتكلم على مسألة التضخم وارتفاعات الأسعار احنا هنتكلم وحدة وحدة وبالعقل وبالبشويش زي ما بيت قال لا الغرض ولا الهدف ولا النية تحت أي ظرف ان انت لا تقلق ولا تتوتر الهدف كله ان انت تبقى فاهم ايه اللي بيحصل تمام طيب مهم قوي كمان انك تبقى عارف جزء مهم قاله الدكتور مصطفى مدبولي الدولة هتتعامل بمنتقى الحسم مع اي حد هيشتغل على الاحتكار حبس ضعف المخازن جشع في الاسعار ارتفاعات مبالغ فيها بمنتهى الحسم وجزء من الحسم ده هو حضرتك المواطن لقيت في عك كلم جهاز حماية المستهلك اشتكي خلونا بقى هنا نرحب بدكتور كريم العمدة استاد الاقتصاد الدولي منورة دكتور احنا عمليين نتكلم قبل ما نبدأ الحلقة وكنا كله بيدور حول الموجة التضخمية الحالية الكلام اللي قال دكتور مصطفى مدبولي قال ان اللي حاصل في العالم موجة تضخمية الكل تحدث عنها ولكن ايضا الدولة هتتحمل جزء كبير من هذه الموجة بجانب المواطن لان تحملها المواطن لوحده وبالتالي في انه ارتفاعات او التضخم اللي حاصل هيبقى تقريبا خمسين في المية من المعيار العالمي هنتعامل مع ده ازاي سواء اذا كنا تجار رجال اعمال مستوردين مواطن ومستهلك نهائي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا كلنا شايفين وعارفين اللي بيحصل في العالم ولم يعد سرا يعني احنا عارفين كمان ان حتى من منتصف العام السابق ان في موجة تضخم جاية كانت بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على اسعار الطاقة والبترول ونا كنا كمواطنين كنا تقريبا متوقعينها لكن ما كناش عارفين النتيجة بالقوة دي ايضا طبعا يعني انا عايز اقول برضو ان دي يعني احنا بنتكلم في ثلاث ازمات كالوجين وراء بعض تخلص من ازمة ما تكملش سنة تخش الازمة الوراها كانت عندنا ازمة اسواء الناشئة 2018 بس كانت ازمة بسيطة الواحد محدش بيحسش بيها ازمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالفعل كان لها تأثير ولكن برضو محدش حس بيها ثم الكوفيد اللي وقف حال العالم كله ونحن عارفين ما صدقنا خلصنا منه ابتدينا نشوف ارتفاع كبير في اسعار الطاقة نتيجة الطلب اللي حدث مرة واحدة على الموارد الاساسية ان العالم لو انفتح مرة واحدة ثم ازمة اوكرانيا وروسيا اللي احنا كلنا طبعا سمعناها والاعلام بيتحدث كل دول العالم هنا بقى كانت المشكلة انك انت ان ده احنا بنسميه تضخم مستورد يعني ايه تضخم مستورد يعني انت جيلك السلع احنا ده ولا بنستورد جزء كبير من السلع والمنتجات اللي بنستخدمها فيه ناس بتقول كل حاجة لا مش كل حاجة احنا بنستورد جزء كبير وبالتالي ده بينعكس على الاسعار المحلية ده جزء الجزء الاخر طبعا ان احنا بدنا نشوف ان ابتدوا التجار وقشع التجار يرفع الاسعار كده مع نفسه انه هو توقع الحدث عارف ان فيه ازمة ممكنها تحصل للمخزن سكر المخزن بيه لان المخزن مليانة منتجاتهم تالي هو علشان يبتدي يطلع فبيطلع باسعار مرتفعة وهنا محتاج رقابة اكتر